ايه مشكلة القطاع بتاعي وبالتالي هحتاج لدعم بخمسين مليار من مجلس الوزر بص حضرتك المبادرات دائماً لقطاع السياحة مستمرة وموجودة من زمن طويل يعني احنا على مدار السياحة في مجال هذا القطاع منذ أربعين سنة هو بيتعرض دائماً لأزمات ودائماً بيبقى فيه مبادرات سواء المبادرات دي بتخفيض فوائد سواء المبادرات دي بيعطاء كروض سواء بيعفاءات ضرائبية إلى آخر القطاع دو بيبقى محتاج مبادرات لأنه عنده شقين مهمين جداً أول شق إنه هو مقطاع حساس جداً يتأثر بأي حدث محلي أو إقليمي أو عالمي بيتأثر جامل جداً والشق الثاني إنه هو قطيرة زي ما حضرتك تفضلت قولت قطيرة بيعمل فيها ملايين بطريق مباشر وملايين أخرى بطريق غير مباشر وبتؤدي إلى تشغيل بتؤدي إلى جلب عملة بتؤدي إلى استثمارات تشغيل بقوة جمدة جداً عمالها إلى آخر إلى آخر فبالتالي دايماً بيحتاج لهذه المبادرات السياحة الحقيقة عندنا طبعاً عندنا عن شطأ مختلفة كتيرة جداً 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 داخل البلد ومنتجات سياحية متعددة النعارضة المبادرة دي جاية ليه لأول يوسف المبادرة دي جاية لأنه كان فيه مستهدف محطوط من قبل دولة رئيس الوزراء إنه إحنا نوصل للتلاتين مليون سايحة زي ما حضرتك قلت في الأول فبالتالي التلاتين مليون سايحة دي محتاج إلى استثمار ومحتاج إلى تنمية ومحتاج إلى ضخ مزيد من الغرف الفندوقية إحنا النهاردة بنتكلم على 1200-1250 فندق موجودين في مصر بنتكلم على 230 ألف غرفة بنتكلم على حوالي 40-50 ألف غرفة تحت الإنشاء كل ده لما بيشتغل بالنسبة 90% بيوصل لـ 15-16 مليون سايحة بالكتير إنت السياحة ما تدرش تقول أنه هشتغل 100% لأنه عندك مواسم وعندك أوقات وعندك أوفرلابين وعندك حاجات زي كده فإنت النهاردة التسعين في المية اللي أنت بتقدر تحققها في السنوات اللي فيها السياحة منتظمة وشغالة بمعدلات عالية جدا بتجيب حوالي 15 مليون سايحة طب أنا النهاردة المبادرة دي معمولة ليه؟ عشان نحقق المستهدف اللي احنا تكلمنا فيه اللي هو 30 مليون سايحة أنا محتاج إيه؟ محتاج فنادق محتاج استثمارات جميع الأنشيط التي تقع تحت مظلة السياحة محتاجها لاستثمار نتكلمش على فنادق بس صرف فنادق ومطاعم وطرفيه إلى آخر الفندو الوحده مش كفاية الجذب سياحة محتاج لمعارض محتاج لأشياء كثيرة جدا وأيضا محتاج للإستثمار في مجال التهرام وأنت النهاردة عايز تجيب عدد سوياح أكتر هل التهرات اللي بتيجي دي بتيجي نصها فاضية؟ لا يبتيجي كلها مليانة فأنا محتاج لإستثمار أكتر في مجال التهرام محتاج لإستثمار أكتر في مجال الفنادق محتاج لتحفيز في قولين الإستثمار عشان الناس تبتدي الدخ اللي موجود على الأرض أولا تبتدي تتوسع في مشاريعها تبتدي تنبسط من الإستثمار يوم يجي إستثمار من الخارج اللي عمره بحييجي إلا لو لقى المستثمر المحلي مبسوط نخلي بالك كله على التواصل يعني أنا عارف كيفية الإستثمار في دبي تمشي إزاي والعوائد إيه والوضع إيه وهو عارف كذلك الإستثمار في مصر عمل إزاي فبالتالي لابد من تحسين برضه التحفيز سواء بقى في قوانين درايب سواء في قوانين الاستثمار بالإضافة إلى التوسع في الغرف الفلدقية بالإضافة إلى التوسع لإستثمار التهراض أساسا حلو طب إيه اللي حيوصل للأعداد سياحة كبيرة برضه بالإضافة للحزم موجود فعلا حاليا إنه هذا البنية التحتية اللي موجودة عندك ووسائل النقل الجامعي المستهدف تحقيها كل ده حيؤدي إلى زيادة عدد الليل السياحي إزاي إتعايز أرجع معك بس في حتة خلينا نتكلم على 30 مليار دولار مش 30 مليون سايحة إحنا بنتكلم على 30 مليون سايحة على أساس أن الحزبة اللي معروفة في مصر إن السايح بألف دولار فبالتالي 30 مليون سايحة هيعمله 30 مليون دولار بس هو ده ظرا لأن مصر فيها منتجات سيحية متعددة ومنتجات سيحية متبهدة وفيها حاجات شيقة جدا زي الحياة البحرية اللي موجودة في مصر زي الأسار اللي موجودة في مصر زي الساحل الشمالي اللي موجود كل ده بيتطلب عدد ليالي سياحية أكتر فأنا النهاردة مانيش جاي من فرنسا الأسباني عشان اقعد ليلا وامشي عشان كده عدد السياح عندك تسمع 60 مليون و70 مليون طب قعده كم ليلا لكن انت عندك في مصر متوسط الإقامة في حدود 10 ليالي يعني السياح عنده 10 ليالي مع البنية التحتية الجديدة اللي تعملت السنوات اللي فاتت دي البنية تحتية عظيمة وبتسحل الانتقال وبتؤمل الانتقال من مكان إلى آخر أنا أقدر أجي الغداء وأطلب بعد كده على السحل الشمالي ونزل على الأقصر لأن بلد غنية بالمنتجات السياحية وبالأثار وبالمناطق الجذب بتاعتها فبالتالي الاستفادة من البنية التحتية دي لابد أن نبدأ نستفيد منها بقى وكمان جذب سياحة المعارض والمؤتمرات في المدن الجديدة مثلا عندنا زي ما بنيجي نتكلم على عاصمة الإدارية والأكل عاصمة الإدارية النهاردة مكان مثالي لسياحة المعارض مطار موجود شوارع واسعة أماكن متأمنة بنية تحتية رقمية إلى آخر أرض معارض فيها مشارف فنادق فيها مطار فيها كل ده فالسياحة عايزة تدام أرضها طيب فبالتالي هي محتاجة للمبترات دائما حلو